اشتركوا في القناة حرصا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها في المدن والقرى فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارات الخدمات برفع تقارير بخصوص ما تم تنفيذه من احتياجات المناطق التي تمت زيارتها بناء على توجيهات سموه مشددا سموه على ضرورة سرعة تنفيذ ما يحتاجه المواطن من متطلبات خدمية في المدن والقرى الى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى التحقق من شكاوى المواطنين في بوري بشأن بعض الممارسات التي تضر بالاراضي الزراعية وكلف سموه الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ الاجراءات الرقابية والقانونية اللازمة لوقف ذلك من جهة اخرى فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وحمايتها من الاوبئة والامراض وتوفير المختبرات لاجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة ملاحظات وشكاوى مربي وتجار الماشية من خلال تواصل الاجهزة المختصة معهم وفي اطار متصل فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة والاجراءات لضبط اسعار المواد الغذائية واستيرادها بالاضافة إلى منع اللجوء إلى الاحتكار والتواطئ للاخلال بضوابط المنافسة من خلال تخزين بعض السلع والامتناع عن بيعها للجمهور وكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك بعدها نوه مجلس الوزراء بهمية معرض الجواهر العربية الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز الحركة التجارية والشأن الاقتصادي وضمن هذا السياق فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التي وصل إليها مشروع مدينة المعارض والمؤتمرات ووجه سموه إلى الإسراع فيه فيما أحط وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس بالاستعدادات التي تم اتخاذها لاستضافة هذه الفعالية الهمة وبمناسبة اليوم العالمي للطفل فقد هنى مجلس الوزراء أطفال البحرين بشكل خاص والعالم بشكل عام باعتبارهم ذخيرة المستقبل مؤكدا أن الحكومة تواصل جهودها ومساعيها في توفير كافة حقوقهم وتهيئة البيئة الآمنة وتوفير الرفاه الاجتماعي لهم وبضع التدابير وسن التشريعات التي تحقق مصلحة الطفل وتصون حقوقها بعدها رحب مجلس الوزراء بقرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع الطارئ الذي عقد بالقاهرة بشأن التدخلات والتهديدات الإيرانية في المنطقة وندد المجلس بالسياسات العدائية لإيران بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية ورعايتها للإرهاب مؤكدا أن وقف هذه التدخلات أصبح ضروريا وملحا لتخليص المنطقة من العنف والطائفية وحالات عدم الاستقرار وزعزعة الأمن وأشهد المجلس ضمن هذا السياق بمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدعوة لعقد هذا الاجتماع والتي تأذي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها المملكة الشقيقة لدعم التضامن العربي وتعزيز القدرة والمنعة العربية للتصدي للأخطار والتهديدات وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى شرح من معالي وزير الخارجية حول نتائج الاجتماع سالف الذكر بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدوى لأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تعزيز النمو في الأنشطة التجارية وتشجيع وثيرة التجارية تدفق الاستثمار وتحفيز مختلف المشاريع ذات القيمة المضافة وذلك من خلال مواصلة تطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية عبر المزيد من التسهيلات والتنسيق فيما يتصل بالتراخيص والاشتراطات اللازمة من مختلف الجهات المعنية وقد وجه المجلس في هذا الصدد جميع الجهات بالتنسيق المسبق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حال الحاجة لمراجعة اشتراطات الترخيص للأعمال التجارية في نظام سجلات ثانيا تابع مجلس الوزراء الخطوات الهندسية والفنية والتنفيذية التي جاءت استنادا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنقل خزانات وقوة تزويد الطائرات من موقعها الحالي في منطقة عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي وقدم معالي وزير النفط وسعادة وزير المواصلات والاتصالات شرحا حول ما تم اتخاذه من خطوات لنقل هذه الخزانات منذ صدور الأمر الكريم والمتمثلة في إنشاء شركة مطار البحرين لوقود الطائرات وهي ذات ملكية مشتركة بين شركة مطار البحرين الدولي والشركة القابضة للنفط والغاز تتولى مسؤولية إنشاء خطوط نقل الوقود داخل حرم المطار بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخزانات الجديدة والاتفاق مع شركة استشارية عالمية لتقديم خدمات التصميم والإدارة الشاملة لمجمع خزانات الوقود في مطار البحرين الدولي وقد أخذ المجلس علما بالانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الأساسية لخزانات الوقود على أن يتم الانتهاء من بناء الخزانات في مارس 2019 وإتمام شبكة الوقود في يوليو 2020 ثالثا وافق مجلس الوزراء على تجديد الاتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بشأن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وذلك لمدة سنتين إضافيتين وكلف اللجنة الوزرية للشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وذلك بعد الاطلاع للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رابعا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء خامسا وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة تتعلق بدعم الفعاليات والبرامج التي تدعم قطاع السياحة وتوسعة الشوارع الرئيسية وبشأن المفتشين في القطاعات الخدمية وبيع اللحوم في المحلات والمطاعم وحال ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات إلى مجلس النواب